بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الحادية والثلاثون أسبه المجتمع عبد الرحمن الصالح المحمد من الرياض في سؤاله الأول يقول ما مدى صحة الحديث القائل ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر وكيف يكون التصديق بالسحر أخوة بقدرة الساحر أم بالتصديق بما يراه المسحور قد تغير عن مكان قبل أن يسحر أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله كل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما الحديث الذي أشار إليه السائل ثلاثة من لا يدخلون الجنة فقد رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحة وصحاحه الحاكم وقره الزهبي رحم الله الجميع وأما معناه فهو الوعيد الشديد بحق من يصدق بالسحر مطلقا ومنه التنجيم لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وتصديق بالسحر ذنب عظيم وجرم كبير لأن الواجب تكذيب السحرة والمنجمين ومنعهم والأخذ على أيديهم من تعاطي هذه الأعمال الذميمة لأنهم بذلك يضلون الخلق ويروجون على الناس ويفسدون العقائد والسحر كفر كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة والواجب قتل السحرة فإذا صدقهم فمعناه أنه وافقهم وأنه أقرهم على مهنتهم الخبيث الواجب تكذيبهم ومحاربتهم ومنعهم من مزاولة هذه الحرف الزميمة أما تأثير السحر وما يترتب عليه من الإصابات فهذا شيء واقع ويؤثر يقتل ويمدض ويفرق بين المرء والزوجه ويفسد بين الناس كثيره هذا شيء واقع إنما تصديق الساحر فيما يقول ويدعي من علوم الغيب وتصديق المنجم فيما يدعي من علوم الغيب والإخبار عن الأمور الغائبة والمستقبلة هذا فيه وعيد عظيم وفيه إثم كبير الله تعالى ثاني ثاني يقول ما الحكم الشرعي في من حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار أن لا تفعل شيئا ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا وإن فعلت وهو لم يعلم بذلك فما الحكم إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار يقصد منعها من عمل شيء من الأشياء فهذا يأخذ حكم اليمين يأخذ حكم اليمين يكفر كثارة يمين وينحل أما لو فعلت في غيبته ما نحاها عنه وحلف عليها أن لا تفعله فإنه يحنف بذلك يحنف بذلك ولو لم يعلم لأنه حلف عليها أن لا تفعل فخالفت اليمين وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة لهذا الحلف فإن الحلف يأثم بذلك وتكون عليه الكفارة طبعا علم أو لم يعلم في هذه الحالة فيما لو طبعا تعتد إذا كانت مطلقة تبدأ العدة من وقت المخالفة هي لا تطلق إلى فان قصده من قصده من من الطلاق منعها من ذلك هذا لا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا بقصد الطلاق ولذلك تحله الكفارة أما إذا كان قصد تعليق الطلاق قصد تطليقها نعم قصد تطليقها ولم يقصد منعها من ذلك الشيء وإنما قصد تطليقها إذا فعلته نعم فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء المخالفة المخالفة إذا فعلت هذا مختارة وإذا انتهت عدتها ولم يعلم هو أنها خلفت فهي العدة لا تتعلق بعلمه وإنما تتعلق بحصول المعلق عليه إذا فعلت ما نهاها عنه وما علق عليه الطلاق فإنها يبدأ طلاقها من حين فعلها وتنتهي عدتها بمضي وقتها سواء كان بالحيض أو بالأشهر سواء علمه أو لم يعلمه يعني لو عشرها بعد ذلك تكون عشرة محرمة وهو عليها الاتم الأكثر لأنها هي المتسببة وهو جاهل بما عملها هذا يختلف باختلاف الطلاق إذا كان الطلاق رجعيا وعشرها في زمن العدة بذلك يعتبر هذا رجع مثل لو كان غائبا حنف عليها أن لا تفعل شيئا ثم سافر وهي فعلت في غيبته وانتهت العدة وهو لم يعلم أنها فعلت لأن يحفظ منه مراجعة لا يجوز له إذا خرجت العدة فقد بانت منه ويحرم عليه تحرم عليه هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع طالح مهدي حمود من العراق البصر في سؤاله الأول يقول ما معنى قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وما هم البحران المقصودان في الآية مرج البحرين يلتقيان يعني يتجاوران يتجاور البحران هذا معنى يلتقيان والمراد بالبحرين العذب والمالح البحر العذب والبحر المالح وقيل المراد بذلك بحر فارس وبحر الروم حيث يلتقيان في المحيط البحران إما أن المراد بهم العزب البحر العزب والبحر المالح من غير كاين أو المراد بذلك بحر فارس بحر الروم ولكن صحيح الأول أن المراد العموم ومعنى يلتقيان يعني يتجاوران بينهما برزخ لا يضغيان أي أن هذا لا يختلط بهذا مع التقائهما والبرزخ قيل إنه العازل بينهما وقيل إن البرزخ المراد به شيء من الأرض فالبرزخ إما عازل بينهما وإما حاجز بينهما من الأرض هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى حيث إن هذه البحار تتجاور ويلتقي بعضها ببعض ولا يؤثر بعضها على بعض لا المالح ينقلب إلى عذب ولا العذب ينقلب إلى ملش فكل منهما يبقى بخصوصياته معنا قوله مرجع هنا أرتلا أو خلقا أو أنه سبحانه وتعالى لاقى بينهما جعل بينهما التلاقي سؤال الثاني يقول إذا توفي شخص وكان في حياته لا يصلي بكاتا أو كان يصلي حينا ويتركها أحيانا فهل يجوز أن تؤدى عنه الصلاة بعد وفاته وإذا لم يكن ذلك جائز فهل ينفع أن يتصدق عنه أو يقرأ له القرآن وما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته ممن خلفه أولا الصلاة لا تفعل عن أحد لا يصلي أحد عن أحد لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة لا عن الحي ولا عن الميت ثانيا من ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك حتى مات هذا الحكم هو أنه كافر والعياذ بالله لا يجوز أن يترحم عليه ولا أن يدعى له ولا أن يتصدق عنه لأنه مات على الكفر لأن من ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك إلى أن مات فهذا كافر لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه ولا أن يستغفر له ولا أن يتصدق عنه وأما بالنسبة لما يلحق الميت بعد موته من الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل أو ولد صالح يدعوه هذه الأمور تلحق الميت إذا أوقف وقفا ينتفع به سبيل سبل الخير واستمر هذا الوقف يضل بعد وفاته فإنه يلحقه الأجر ما بقي هذا الوقف فذلك إذا علم علما ينتفع به العلوم الشرعية النافعة فإن هؤلاء المتعلمين الذين قاروا ينفعون الناس من بعده يعود إليه الأجر وهو ميت لأنه علم الخير وكذلك إذا ألف مؤلفات ينتفع المسلمون بها فإن هذا علم ينتفع به ويعود أجره لمن انتفع بهذه المؤلفات ما بقي وكذلك إذا طبع كتبا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها أو مصاحف من القرآن الكريم كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته ويلحق من بدل فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث فإن هذا يلحقه الأجر وإذا تقبل الله دعواتهم كذلك الصدق عن الميت أن ورد أن الميت تصدق عنه وأن ذلك ينفعه وعمم بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم عمموا أن أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت أن ذلك ينفعه كذلك الحج ورد في الدليل أنه ينفع الميت وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبا عليه وينفعه إذا كان تطوعا الحج والصدقة والدعاء والوقف كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته نعم جزاكم الله خيرا السؤال الثالث يقول في شهر رمضان الماضي حصل أن أفطرت عدة أيام بدون عذر مشروع هل يكفي قضائي لها فقط وماذا يلزمني غير ذلك فإني نادم على ذلك أشد الندم وعازم إن شاء الله على أن لا أعود لمثل هذا أبدا الإفطار في نهار رمضان من غير عذر خطأ كبير وجرم عظيم والعياب بالله والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة ويندم على ما فات ولا يعود لهذا في المستقبل ويحاظر على الصيام ثم عليه مع التوبة أن يقضي الأيام التي تركها عليك أن تقضي هذه الأيام التي تركتها بعدما توبت إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يعفو عن ما سبق لا لا يلزمه يطعم مع القضاء إذا كان جاءت عليه رمضان آخر وكان أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين إذا كان أتى عليه رمضان آخر ولم يرسمها من غير عذر أما إذا كان خرها لعذر ولم يتمكن فإنما يكفيه القضاء فقط والطعام كم يقدره يعطي كل مسكين مصاعر ألا والأحواق مصاعر من الطعام المعتاد في البلد هذا المستمع محمد علي ترك من تركيا بعث بثلاثة أسئلة يقول في سؤاله الأول ما معنى قوله تعالى في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمل ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلة إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كانت اليهود قد قالت للمشركي قريش المشركين من أهل مكة يسألوا هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم عن ثلاث مسائل أسألها الأولى عن أصحاب الكهف وعن المسألة الثانية عن ذي القرنين المسألة الثالثة عن الروح فإن أجابكم عنها فهو نبي الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله الإجابة عن هذه الأسئلة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وأما الروح الله سبحانه وتعالى قال قل الروح من أمي ربي فلم يجبهم إلى سؤالهم وإنما بين أنها من خصوصياته سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلقها وهو الذي يعلمها ولا يعلمها أحد من الخلق فهي سر من الأسرار ولا تزال سرا وهذا من معجزات القرآن فإنه مع تقدم الطب والمهارة فيه ومع حرص الناس على البحث في هذا الشام لم يعرفوا شيئا عن حقيقة الروح قل الروح من أمي ربي على أن المراد بالروح ما يحيا به الإنسان هذا السر الذي يحيا به الإنسان يكون حيا وإذا فارقه مفارقة تامة يكون ميتا وإذا فارقه بعض المفارقة يكون نائما فالروح لها اتصالات بالبدن اتصال بالبدن وهو في بطن أمه واتصال بالبدن بعدما يولد في الحياة الدنيا وهو متيقظ واتصال بالبدن وهو نائم واتصال بالبدن وهو في القبر واتصال بالبدن في الدار الآخرة وهذا الاتصال الأخير اتصال لا مفارقة بعده فهذه الروح من العجائب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وقيل المراد بالروح يبريل عليه الصلاة والسلام وقيل المراد بالروح ملك من الملائكة أو جماعة من الملائكة فعلى كل حال فالروح شر من أسرار الله لم يطلع عليها عباده سبحانه وتعالى قد الروح من عمي ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالبشر مهما أوتوا من العلوم والمعارف فإن علمهم قليل أولى شيء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى ولن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني القرآن أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن نعمة ومنة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فهو من أكبر النهم وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة فهو من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذا النبي الكريم وعلى أمته إلى يوم القيامة لأن به سعادتهم ونجاتهم الدنيا والآخرة الله قادر على أن يرفع هذا القرآن وأن يزيل هذه النعمة كما أنزلها كما أنه هو الذي أنزلها فهو قادر على رفعها وذلك مما يوجب على العباد يذكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ليستفيدوا منها وينتفعوا به وَلَا يُشِرْنَا لَنَهْبَا بِالَّذِي عَهَيْنَا إِلَيْكُمْ وَلَا تَجِرُّ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا الإِلَّهِ